هذا وعلنت حركة حماس تعيين قائدها في قطع غزة يحيى السنوار أحد أبرز المطلوبين لدى إسرائيل رئيسا لمكتبها السياسية خلفا لإسماعيل هنية الذي قتيل قبل أسبوع في تهران وتعليقا على تعيين السنوار رأت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أن السنوار كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في خطوة تعكس الاستمرار في نهج المقاومة أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسية خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي السنوار كما تقول إسرائيل هو العقل المدبر للهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل وهو الآن موجود في غزة ضاربا عرض الحائط بالمحاولات الإسرائيلية لاغتياله منذ بداية الحرب على قطاع غزة السنوار الذي قضى نصف حياته تقريبا في السجون الإسرائيلية أصبح أقوى قيادي في حركة حماس بعد اغتيال هنية الذي جعل المنطقة على شفى صراع أوصى نطاقا بعد أن توعدت إيران بالانتقام هذا ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية لكنها قالت في وقت سابق إنها قتلت قادة كبار آخرين منهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري الذي استشهد في بيروت ومحمد أضيف قائد الجناح المسلح لحماس السنوار البالغ من العمر واحدا وستين عاما ولد في مخيم للاجئين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وانتخب زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017 بعد أن ذاع صيته بوصفه قياديا قويا وعدوا عتيدا لإسرائيل وفي دلالة على اتحاد الحركة حول اختيار السنوار قال خالد مشعل الزعيم السابق الذي كان ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لهنية إنه دعم السنوار وفاء للفلسطينيين ولغزة التي تخوض معركة طوفان الأقصى والتي قدمت قوافل الشهداء ولا زالت تخوض معركة الأمة وذلك بحسب مصادر رفيعة المستوى في الحركة وبالنسبة لإسرائيل يؤكد هذا الاختيار أن المعركة مع الفصائل الفلسطينية باتت أشد وطأة وقد يدفع هذا رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو على أن يواصل حملته في غزة حتى النهاية ولكن بدون تحقيق أي من أهداف الحرب التي أعلن عنها سابقا ترجمة نانسي قنقر